وجهت إسرائيل ضربة مؤثرة تجاه القدرات السرية الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران يوم أمس وفي الداخل السوري وتحدثت عن هذه الضربة العديد من المصادر المهمة مثل رويترز المرصد السوري لحقوق الإنسان والجروزولم بوست وكانت هناك لقطات انتشرت في كل مكان لطبيعة هذه الضربة الإسرائيلية التي طالت مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق وكانت هناك العديد من اللقطات والزوائل المختلفة لطبيعة المبنى الذي كان هو الهدف الرئيسي لإسرائيل وهذه الصورة هي التي توضح تماما ما الذي استهدفته إسرائيل الواضح بأن الطابق الثالث من هذا المبنى هو كان الهدف الرئيسي لهذه الضربة وطبعا أغلب الطواب قد تضررت بشكل كبير وتحديدا الطابق الرابع وإذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي بسرعة إلى منطقة السيدة زينب لكي نرى ما الذي استهدفته هنا إسرائيل بالضبط هذه منطقة السيدة زينب ونتجه مباشرة إلى نفس المبنى المذكور سنلاحظ بأن هذا هو المبنى الذي كان ظاهرا قبل قليل في الصورة التي رأيناها وهذا يعطي فكرة كبيرة للغاية بأن الاستهداف الإسرائيلي هنا لم يكن فقط سهلا على مستوى القصف وإنما كان سهلا أيضا في عملية الرصد بسبب أن هناك مساحة مفتوحة كبيرة لإسرائيل لتنفيذ هذه العملية طائرات مسيرة قادرة من التحليق بكل سهولة لمراقبة هذا المبنى طائرات الحربية كذلك هناك مساحة تسمح لمراقبة من يتواجد في هذا المبنى وتعتبر صيدا سهلا بالنسبة لإسرائيل وهذا هو الذي حدث فعلا من هذه الضربة الضربة في نهاية المطاف أدت إلى مقتل وجرح العديد من المدنيين جرح تقريبا عشرين شخصا جراء هذا الاستهداف بالإضافة إلى مقتل تسعة أغلبهم من المدنيين ولكن اتضح بعد ذلك بأن هناك ثلاث عناصر من أهم القيادات في حزب الله اللبناني هم كانوا متواجدين في هذا المبنى وهذه المسألة فتحت فرصة لإسرائيل لتنفيذ هذه الضربة من القادة الذين قد قتلوا جراء هذه الضربة كما أكدت المصادر في الداخل السوري وكذلك تحدثت عنها إسرائيل هو سليم عياش وهو قائد وحدة الاغتيالات في حزب الله اللبناني وهذه واحدة من الوحدات الخاصة والسرية للغاية في عملها وهذا الرجل مطلوب للولايات المتحدة الأمريكية كذلك أنه متورط في عملية اختيار رفيق الحريري في عام 2005 وكذلك أيضا في نفس الوقت كان هناك عنصرا آخرا وهو علي موسى دقدوق أحد أبرز القيادات في حزب الله اللبناني نفذ عملية ضد القوات الأمريكية في الداخل العراقي في كربلاء في عام 2007 ألقت القوات الأمريكية القبض عليه في البصر آنذاك وبعدها أطلقوا سراحه في عام 2012 قبل انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق واستمر بالتردد على إيران وعلى العراق لزيادة قدرات الفصائل العراقية والمقاتلين في هذه الفصائل ولكن بعد ذلك في عام 2018 كلف بتطوير أو خلق مجموعة استخبارية شبكة استخبارية سرية للغاية في الجولان من أجل رصد كل التحركات العسكرية الخاصة بالجانب الإسرائيلي في مرتفعات الجولان وهذه تزيد تماما ليس فقط من معلومات حزب الله والفصائل العراقية الموجودة في سوريا وإنما كذلك لزيادة المعلومات والرصد لصالح حزب الله اللبناني أيضا في الداخل اللبناني وكذلك ليعطاء معلومات أكبر وتوسيع شبكة المعلومات الاستخبارية لصالح إيران كيف تتحرك القوات الإسرائيلية ما هي الثغرات الموجودة لأن أساسا إيران والفصائل وحزب الله اللبناني يخططون بشكل كبير منذ فترة طويلة للقيام بعملية السيطرة على مرتفعات الجولان في حالة أي شيء تطور في هذه المنطقة في حرب في لبنان حرب في غزة أو غيرها مثل ما يجري اليوم بالتالي هذا الرجل منذ عام 2018 طور هذه القدرات للقيام بهذا الرصد وكذلك أن أساسا مرتفعات الجولان تعتبر محتلة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة هي الوحيدة المعترفة بسيادة الجولان لصالح إسرائيل بالتالي كانت الخطة هي تحرير هذه المنطقة انسحاب إسرائيل منها سيطرت النظام السوري على هذه المرتفعات من خلال كل المعلومات وهذه الشبكة والقادة الذين نتحدث عنهم وبعدها إسرائيل تصبح في موقف صعب من حزب الله اللبناني وكذلك مما هو قادم في مرتفعات الجولان ولكن الآن كل هؤلاء كل هذه الشبكات تضرب بقوة على أعلى المستويات وما هو مثير أن علي دقدوق الذي نتحدث عنه عملية اغتياله جاءت بعدما أعلنت إسرائيل بأنها نفذت عملية خاصة في الشريط الفاصل بين مرتفعات الجولان وكذلك سوريا والذي تسيطر عليه أساسا الأمم المتحدة كي لا تكون هناك اشتباكات مباشرة بين الطرفين قامت إسرائيل بقوات خاصة لها كما نشرت إسرائيل في الثالث من نوفمبر الحالي اقتحمت هذا المبنى تحديدا بهذه الطريقة كما نلاحظ هو نفس المبنى دخلت له القوات الخاصة الإسرائيلية وقاموا بإلقاء القبض على أحد العناصر السوريين المتواجدين والذين يعملون من ضمن هذه الفرقة أو الشبكة السرية التي أسسها أساسا علي دقدوق وكان قد ظهر في إسرائيل وهو اعترف بالكثير من التفاصيل لهم وها نحن أماب الاستهداف الذي جرى يوم أمس بالإضافة إلى عنصر آخر تحدثت عنه التقارير بأنه كان قد قتل وهو علي عادل الأشمر وهذا الرجل أساسا اعترف حزب الله اللبناني بمشور بهذه الطريقة أكد بأنه فعلا قد قتل لكن لم يحدد حزب الله اللبناني ما إذا كان قد قتل في لبنان أو في أي مكان آخر الأوساط الإسرائيلية الأوساط السورية أكدت بأنه قد قتل في هذا المبنى تحديدا وهذا الرجل هو واحد من أهم المستشارين والقيادات لحزب الله اللبناني الذي لعب دورا استشاريا كبيرا في الداخل اليمني لصالح جماعة الحوثي على سبيل المثال لعب دورا أيضا مهما للغاية بالنسبة لجماعة الحوثي في عملية اقتحام عمران والسيطرة عليها في عام 2014 التي تعتبر هي البوابة الرئيسية للدخول إلى صنعاء بعدها سيطروا ولعب دورا في معركة همدان وبعدها للسيطرة في نهاية المطاف على صنعاء ووصلت جماعة الحوثي إلى ما وصلت إليه بالتالي هو لعب دورا عسكريا استشاريا مهما لجماعة الحوثي في هذه العملية تحديدا وها هو قد قتل ضمن هذه الضربة بالتالي نحن نتحدث هنا بصورة عامة عن قادة مهمين للغاية لشبكات سرية استشارية عملوا سوية في هذه المنطقة تحديدا من أجل مواجهة الجانب الإسرائيلي في مرتفعات الجولان تحديدا وكذلك لزيادة المعلومات كما تحدثنا لصالح حزب الله في الداخل اللبناني ولصالح إيران والفصائل الموجودة في هذه المنطقة بالتالي أن تأتي إسرائيل الآن وتحقق كل هذه الضربات ضد هذه العناصر وضد هذه القيادات وبالإضافة إلى العديد من القادة الذين رأيناهم سابقا من قادة التمويل أو نقل السلاحي أو غيرها من الصعب جدا على حزب الله أو حتى إيران في هذا التوقيت تحديدا وفي ظل الحرب الجارية أن يقوموا باستبدال كل هذه العناصر لأن المسألة بحاجة إلى ثقة بحاجة إلى وقت وهؤلاء القادة الذين تحدثنا عنهم لهم ولديهم باع طويل للغاية في مواجهة إسرائيل وكذلك مواجهة العديد من الجبهات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وبالتالي هذا يعني أن إسرائيل تعمل الآن على إغلاق كما هو واضح سوريا تماما على الجانب الإيراني بمعنى آخر ليس مهما ما الذي ممكن أن يعبر من العراق قادما من إيران إن كان على سبيل المثال على المستوى البري على المستوى الجوي ليس مهما لأن إسرائيل ضربت الكثير من القادة والعناصر الذين ينسقون مثل هذه التحركات ونقل الأسلحة باتجاه حزب الله اللبناني كذلك هذه تؤدي إلى عزل حزب الله اللبناني بشكل أكبر مع ضرب كل هذه القيادات التي نتحدث عنها بالإضافة إلى ذلك يبدو بأن إسرائيل بدأت تمكن أيضا الأطراف المعارضة لإيران مع تراجع إيران على مستوى النفوذ في الداخل السوري تحاول من تبكين أطراف معارضة على سبيل المثال مثل جيش سوريا الحرة أو كذلك تركيا أو حتى فسح المجال لروسيا أن تأخذ دورا أكبر بعد أضعاف حزب الله اللبناني ومع تراجع إيران لملء الفراغ لأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتحدث ودونالد ترامب بدأت يتحدث كما نقل روبيرت كيندي أو ديفيد شينكر بأن دونالد ترامب يفكر في الانسحاب من هذه المنطقة بالتالي إسرائيل بدأت تلعب على العوامل الداخلية دون الحاجة لكي تبذل أي جهد في هذه المنطقة على سبيل المثال كانت هناك ضاربات في الثمانية وأربعين ساعتنا الماضية في اليومين الماضيين طالت مناطقا باتجاه حلب إلى جنوب حلب نتحدث عن تل كراتين التي سنقترب منها الآن وهذه هي وهذا هو مقر للحرس الثورية الإيراني كان قد استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي كان هناك تصويرا لهذه المنطقة ولهذه المباني توضح أن هذا المبنى تحديدا كان قد دمر وهذه هي اللقطات القادمة من نفس الموقع التي تمكنت أو الذي تمكنت إسرائيل من خلاله من تدمير هذا المقر الذي نراه هنا وكذلك كانت هناك منطقة إلى الشرق تقريبا توضح صور من الأقمار الصناعية توضح أن الضرب لم تطال هذا المبنى الذي ذكرناه وإنما ثلاث نقاط إضافية خاصة بالحرس الثوري أو الفصائل المقربة منه وهذه هي الصورة المحدثة في القمر الصناعي التي توضح تماما بأن هناك تغيرا في اللون وانفجارا كبيرا جراء الضربات الإسرائيلية أيضا إذا ما ذهبنا بسرعة إلى سراقب التي تأتي إلى الجنوب من هذه المنطقة ليست بالبعيدة أبدا إسرائيل أيضا ضربت نقطتين إلى شمال شرق هذه المنطقة وكذلك إلى جنوبها ولاحظ هذه الصورة التي توضح هذه النقطة وهذه النقطة نقترب من هذه النقطة أولا ثم نتجه إلى النقطة الأخرى ستلاحظ تغير اللون يوضح لك أن إسرائيل ضربت هذه المنطقة وهذه النقطة أخرى النقطة التي تأتي إلى الجنوب كما تحدثنا هنا هي النقطة التي ضربت من قبل الجانب الإسرائيلي لاستهداف كل هذه العناصر من مقراتهم من قدراتهم اللوجستية وأيضا إلى الشرق من سراقب هناك مستودعات للأسلحة أيضا ضربتها إسرائيل مستودعين لتخزين الأسلحة هنا هذه المستودعات هذا هو المستودع الأول والمستودع الثاني صورة موضحة من القمر الصناعي توضح لك كيف تمت هاتين الضربتين كذلك اليوم كنا أمام ضربة باتجاه حمص تجاه أحدى الشاحنات أو شاحنات لنقل الأسلحة يبدو بأنها تابعة لحزب الله اللبناني من التقارير الأولية التي تحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضا كانت قد ضربت في هذه المنطقة بشكل عام المنطقة التي ذكرناها الآن حلب أو سراقب كل هذه المناطق أساسا هي تحت سيطرة عدد من الأطراف النظام السوري وكذلك لدينا أيضا حزب الله اللبناني وعناصر الحرس الثورية الإيراني من قادتهم ومستشاريهم في مواجهة جيش سوريا الحرة المتواجد في هذه المناطق الخضراء طبعا مع تركيا وبدعم تركي كبير في هذه المنطقة وبالتالي أن تأتي إسرائيل الآن وأن تضرب كل هذه الأطراف إن كان حزب الله الحرس الثوري مع ضرب مواقع أيضا لجيش العربية السوري هذه لن تؤدي فقط إلى فسح المجال لهذه الأطراف المعارضة للتقدم والتوسع في هذه المنطقة ولكن أيضا لا بد الانتباه إلى قوات سوريا الديمقراطية التي ممكن أن تستغل أي نقطة ضعف في هذه المنطقة وبالتالي يكون هناك شيء كبير من الأطباق ويدفع كل هذه العناصر إلى الانسحاب من المنطقة تماما وهذا هو الذي سيؤدي بالأطراف تحديدا المعارضة أن تتقدم وأن تسيطر على هذه المنطقة بأكملها وبالتالي هو سيناريا خطير تماما على حزب الله اللبناني أو الفصائل المسلحة المقربة من إيران أو حتى إيران في ظل الكثير من التغيرات الجارية في المنطقة وكذلك أن حزب الله اللبناني أيضا يواجه مشكلة في الداخل مع كل هذا الضغط وتشتيت الانتباه وضرب الشبكات التي تأتي خارج لبنان حزب الله في مشكلة لأن إسرائيل الآن وسعت عملياتها البرية في الداخل اللبناني ووصلت المفاوضات في لبنان إلى طريق مغلق ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي هو الذي وافق أساسا على توسيع العمليات البرية في الجنوب اللبناني وبحسب معهد دراسات الحرب نلاحظ هنا بأن إسرائيل بعد أن تقدمت بهذه النقاط باللون الأزرق هذه المناطق توضح لك أن إسرائيل تقدمت وسيطرت عليها وهنا كما نلاحظ النهر الليطاني هذا يوضح لك بأن الجانب الإسرائيلي الآن سيبحث في نهاية المطاف الآن مع توسيع هذه العمليات فعلا أن يستمر بعملية التقدم ولن يكتفي بالمنطقة الآمنة التي قام بتشكيلها في نهاية المطاف كذلك أن كان هناك إعلانا من قبل الجانب الإسرائيلي لإخلاء العديد من المدن وطلبوا من المدنيين ممن هم متواجدين إلى جنوب النهر الليطاني وشمال النهر الليطاني بالمغادرة لأن إسرائيل ستبدأ بقصف هذه المناطق للتمهيد لعملية التقدم الخاصة بالجيش الإسرائيلي لكن حزب الله رد على ذلك ولم يتوقف عن استهدافاته واليوم حقق استهدافا كبيرا ومؤثرا على حيفا 150 صاروخا انطلقت مرة واحدة من حزب الله مع كل هذه التطورات باتجاه حيفا وفعلا ضربت عددا من النقاط وجعلت حيفا تبدو وكأنها كريات شمونا التي لم يعد يتواجد فيها أي من المدنيين الإسرائيليين وهذا هو الهدف الأساسي لحزب الله اللبناني لأن حزب الله ذكر إسرائيل بكريات شمونا مع استهدافاته لحيفا بأنه سيحول حيفا إلى كريات شمونا ثانية وهذه منطقة حيوية للغاية ضربتها إسرائيل أو حزب الله اللبناني ضربها بهذه الطريقة ونلاحظ هنا بأننا أمام عدد كبير للصواريخ بشكل عام من قبل حزب الله اللبناني تطلق بشكل يومي ضد إسرائيل وكما نلاحظ من شهر أكتوبر حتى العاشر من نوفمبر تلاحظ هناك نوع من الانخفاض في إطلاق الصواريخ في الفترة الأخيرة يعني على سبيل المثال 180 هنا إذا ما أخذنا هذا الشكل 180 تقريبا من الصواريخ 160-145 في نوفمبر وصلنا للانتخابات الأمريكية 100 صاروخ وبعد ذلك فاز دونالد ترامب رفعوا من طبيعة الاستهدافات وها نحن أمام ارتفاع جديد في هذه الصواريخ وقد تتصاعد بشكل أكبر لأن المفاوضات توقفت ولم يعود هناك ولم تعود هناك الكثير من الخيارات بيد حزب الله اللبناني في نهاية المطاف بالتالي نحن أمام فعلا ظروف تصعيدية كبيرة للغاية تجري في هذه المنطقة والسؤال الأكبر هل فعلا إيران ستتراجع في هذه المعركة أم أنها ستكون قادرة على مواجهة هذا التحدي الكبير مع التشكيلة الجديدة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب اشتركوا في القناة